اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وطاقة المتجددة والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية والمهندس أحمد زاكي عبدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة والسيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور داخلية وكذلك المجمعات السكنية الرئيسية والحي الحكومية شهد الاجتماع كذلك استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى وذلك من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات المعلوماتية والميكانة الشاملة والتحول الرقمي للوزارات وبرامج تدريب الموظفين على نظم المعلومات الجديدة وتنمية المهارات فضلا عن استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية نقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وقد وده رئيس السيسي بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولا للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بما يجعل من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري بالدولة بما في ذلك تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة وبالإضافة إلى تقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر فضلا عن استكمال جميع جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها واختبارها قبل الانتقال الفعلي إذانا ببدء عصر جديد من الاعتماد على جهاز إداري حديث وكفء وفعال وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة اشتركوا في القناة